في ماء النهاردة دموي شويتين 3-4-5 كده وفي شوية افكار انا مش حابب ان حد اقل من 16 او 18 سنة يتفرج عليها شان كده لو انت قل من 16 سنة اخرج من الفيديو على طول معلش المرة الجاية يقولك فيديو يناسبك ان شاء الله شاجز طب يلا مينا بيبدأ فيلمنا بظهور ماري وهي بتتضرب على دي كرومي وبتعمل له عملية تشريح لانها طالبة في كلية طب قسم جراحة تاني يقوم ماري بتكون موجودة في الجامعة واسناء المحاضرة بجلها التصالح على الموبايل فالدكتور جراند اللي بيشرح بينزعج جدا من صوت الموبايل ده وزعع لماري بعدما المحاضرة خلصت بيفهم انه لما بينفعل عليها ده عشان مصلحتها لان الدكتور الجراحة لازم يبقى منتبه لكل التفاصيل وما ينفعش اي حاجة تشتت تركيزه لانه ما عنده شرفهية انه يغلط اصلا فماري بتتفهم موقفه وبتعتزر وبتوعده انها هتركز جامد اوي بعد كده عبالبا اما ماري تركز جامد عايز اقول لكو على سبونسر الحلقة بتاعت النهارده وهي قناة زاكيف او الكهف بتاعت صديقنا محمد واللي بيقدم عليها مقاطع مرعبة هتعجبكو اوي مقاطع متصورة حقيقية هو يشرح لكو ايه اللي حصل بالضبط اثناء تصوير المقاطع دي الرابط تحت في الوصف عايزك تنزل دلوقتي وتضغط على الرابط وتعمل اشتراك في القناة بتاعته وبعد ما تخلز الفيديو ابقى اروح اتفرج على فيديوهاته وعمله تعليق وقول له نيرو بيمسي يلا نكمل الفيلم بعدها امير بترجع البيت وبتلاقي خدمة التليفون الارضي تقطعت عشان ما تفعتش الفاتورة وكمان بتكلمها صاحبة البيت اللي ساكنة فيه وبتطلبها بسداد الايجار المتأخر عليها من ثلاث شهور المشكلة هنا ان المالي مش بتكون معاها فلوس تغطي كل المصاريف دي فبتدخل على انترنت تدور على شغل وفعلا بتلاقي اعلان شغل في مال هالي فافتبعت لهم رسالة تسألهم فيها تروح تقابلهم امتى وبالفعل تاني يوم ماري بتروح تقابل بيلي صاحب المال هاللي وبتقدم له ستيفي بتاعها وبيعرف من خلاله انها طالبة في كلية طب بقسم جراحة وفي اسناء المقابلة بيدخل عليهم لانس وبياخد بيلي برة يقول له كلمتين على جم بعدها بيلي بيرجع تاني لماري وبيقول لها محتاج من الخدمة فمقابل ان اكتغدي خمس تلاف دولار طبعا عشان ماري مش لقى تاكل بتوافع العرض المغردها من غير ما تعرف حتى هو ايه نوع الخدمة المهم بيلي بياخدها وبينزله القبو وهناك ماري بتلاقي شخص عنه مخزوقة وجسمه متشرح بالكامل وبيلي بيطلب منها انها تتصرف ويتعالجه فماري بتضطر تنفس كلامه برغم انها كانت مغضوضة جدا من الموقف وبعدها ماري بترجع البيت وبكون خايفة جدا بعد اللي حصل وقعدة جوه البيت وقفل على نفسها بعدها بيجي لاتصال من واحدة اسمها بياترس وبتقول لها انت دكتورة ماري صح فماري بتنكر انها ماري لانها ما تعرفش مين بياترس دي وبتقفل في وشها السكة بعدها بتلاقي واحدة بتكلمها وبتقول لها تفتح الباب لانها جاب لها طرد فماري بتفتح وبتدخل جوه تصبط قدمها وما بتخرج بتلاقي بياترس دخلت جوه البيت من نفسها كده وبتعرفها بنفسها انها تبقى هي نفس البنت كلميتها من شوية وبتقول لها انها بتشتغل عند بيلي في المالها اللايلي وشافت الشخص اللي هي عملته عملية تجميل وامبهرت بشغلها جدا وانها عرفت عنوانها بالسيفي بتاعها وهم بياترس بتوضح لها انها محتاجها في شغلة ضرورية عاوزها تعمل عملية تجميل لواحدة صديقتها ونوع العملية ده مفيش مستشفيات بتقبله لانهم بيعتبروه تشويه مش تجميل لكن صديقتها دي مصرة انها تعمل العملية بياترس بتقول لها انها تدفع لها عشر تناف دولار لعامة العملية ولو وافقت دلوقتي هتاخد ألفين دولار حالا فماري عشان شحاتها العباب الله الفلوس اغرتها وبتوافق تعمل العملية وبتسأل بياترس هيعملوها فين فبتقول لها هي ايدي بتقول لها العملية فهي بتقول لها ان بنتك تشتغل في عائد الدكتور تجميل وهينفزه العملية هناك فبيتفقوا وبيمتهي الحوار على كده بعدها ماري بتروح العيادة واناك بتقابل روبي اللي هتعمل العملية وبتقول لها انها عرضت أزياء وحب ان جسمها يبقى شبه المانيكان يبقى فيه أنوسة كده لكن ما يبقاش في جسمها اي شيء يسير شهوتها وبتطلب من ماري انها هتموت عندها كل مناطق القصارة وتمحيها تماما وفعلا ماري بتخضرها وتبدأ تشتغل وبعدها ما بتخلص العملية بتخرج تقول لبياترس ما تجبيس سيرتها تاني لأي حد ما معرفها لأنها مش هتعمل عمليات من النوع ده تاني فبياترس بتوعدها انها مش هتجيب سيرتها لحد فماري بتشكرها وبتاخد بعضها وبتمشي تاني يوم ماري بتكون بتضرب عملي في المستشفى ووقت البريك بدخرك تتماشى في الشارع وبتتفاجأ ان بياترس وقفة مستنيها برا وبتقول لها ان عملية روبي نجحت وبتشير صورها بعد العملية على الموقع الخاص بيها ناس كتير من متابعينها مبغورين بشغلك وبتقول لها ان روبي بعتلها هادية تأديرا لشغلها الجامل ده فماري بتقبلها وقت مبسوطة جدا بعدها ماري بترجع تاني للمستشفى ودكتور وولش بيعزمها على حفلة في بيت دكتور جراند وبيقول لها ان هيكون موجود فيها اكبر دكاترة الجراحة في البلد ماري بتتحمس جدا انها تدخل وسط الدكاترة الكبار دول وتستفاد من علمهم فعلا ماري بتلبس فستان شيك وبتروح الحفلة وبيستقبلها دكتور وولش وبيقدم لها مشروب وبعدها ما بيدردش معاها بيسيبها وبيخلع بيجي وقتها دكتور جراند وبيدردش معاها شوية عن الدراسة وبيحفز عشان يبقى لها مستهبل كويس ساعتها بنشوف ماري رؤيتها بدأت تتشوش وكانت بتفقد وعيها تدريجيا ودها لانه وولش كان حطط لها مخدر في المشروب وبعد ما فقدت انتزانها جراند اخدها على قوضة نومه وبدأ يصورها وهي في السرير وبعد كده اعتدت عليها وعمل اللي عمله الله يسامحوا تاني يوم ماري بتفوق وبتفهم ايه اللي حصل فيها فبتقوم تمشي بكل هدوء وما بترجع بتها بيكون غضبانة وبتدايقة جدا فبتدخل ترمي كل الكتب بتاعت الكلية في الارض لانها كرية الكلية والطب بسبب اللي شافته من المجرمين دول بعدها بتروح عند بيلي وبتطلب منه مساعدة في مقابل انها تتفعله خمس تلاف دولار برضو الخدمة اللي طلبتها منه هي انه يجيب لها جراند ميكاتف لحد عندها وبتقوله انها سابت الكلية بس العلم في الراس مش في الكراس وانها تعلمت منه كتير قوي وبتقوله انها تنفس كل اللي تعلمته ده عليه هو وهتشرحه وتقطع جسمه حتة 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 وبالت فعلا تجرح فيه وجراند بيختفي بعد كده بعدها منشوف ان ماري شغالها في العمليات المشبوهة بدأ يكبر اكتر واكتر وناس كتيري عرفتها عن طريق مواقع مشبوهة على انترنت وهي بتعمل لهم اللي بتطلبوه منها تجميل تشويه نقل اعضاء وحاجة اخر عك الصراحة بعد كده بيجي قبل ماري محاقق شرطة اسمه دورولو وبيقولها ان اللي بعته ليها دكتور والش لان دكتور جراند اختفى وهو بيحقق مع كل الناس اللي كانوا على علاقة بي دلوقتي فماري بتنكر انها كانت تعرفهم ومعرفة على شخصية وانه بنسبالها مجرد دكتور بيدرس له فدورولو بيسيب لها الكارت بتاعه وبيقولها لو عرفت اي معلومة تخص جراند تكلمه فورا وبتخلص المقابلة على كده بعدها ماري بتروحها ان دي بيلي وهي متضايقة وبتقوله ان محاقق من الشرطة جايحة معها وان اللي بعته ليها يبقى وولش وانها انقرت معرفتها بجراند عشان تبعد الشبهة عنها بس هي متضايقة ان وولش دخلها في الحوار اصلا ووصل الشرطة ليها فبيلي بيقولها تحب بقت الولش وراحك منه فهي بترفض عشان لو ده حصل دلوقتي الشرطة هتشك فيها اكتر واكتر بعدها ما بيخلصوا راغي بتقوله انها جاية تقابل باترس عشان فيه بينهم شغل فعلا بتروح تقابل باترس في شقة روبي عشان توريها حاجة هناك ماري بتشوف صورة روبي مع راجل فماري بتسألها مين الراجل ده فبتقول لها انه يبقى جوزها فماري استغربت جدا انها متجوزة ومع ذلك عمية عملية التشويل لعضاءها اليونوسية دي وما كانتش فهمة هي ليه عملت كده من بعد كده باترس بتلاقي الجواب اللي بعتينه بنتين اخوات من بلد تانية بيسألوا فيها عن مكان ماري وازاي يتواصلوا معها عشان تعمل العمليات وباترس بتقول لها انهم يوصلوا كمان اسبوع وبتأكد عليها انها تتعامل معهم بحرص والافضل انها تقابلهم في المالهة الليلة عند بيلي لانهم مشاغبين حبتين فعلا البنتين بيوصلوا بعد اسبوع وبيقابلوا ماري في المالهة والحقيقة شكلهم كان غريب الاطوار جدا وبيبدأوا كلامهم معها انهم مصقين فيها جدا من تعليقات الناس على شغلها وانها بقت مشهورة على الموقع باسم ماري بلادي او ماري الدموية وبعد كده بيعرفوها بنفسهم انهم مختين توأم ومرتبطين ببعض جدا جدا فكل واحدة فيهم شايلة ههم لو التانية ماتت قابلها هتعيش من غيرها ازاي فبتلوهم من ماري انها تنقل اجزاء من جسم دي وتحطها في جسم التانية يعني يبدلوا دراعة او الدم دراع او جزء من المخ وهكذا يعني كل واحدة يبقى فيها اجزاء من جسم التانية يعني وهكذا عشان يفضلوا قريبين من بعض حتى بعد الموت وبيقول ماري ان لو عملية دي نجحت هيدفعولها فلوس كتير جدا امرها ما تحلم انها تملك ربعة حتى فماري بتوافق وش من غير اي تفكير لان الفلوس صديقي اهم من اي حاجة بعد ان لو تنتهي المقابلة بينها وبينهم ماري بتروح تشكر بلي انه سمح لها تقبلهم في الملح وبتحكيلو انها وافقت تعمل لهم العملية لكن مش هتقدر لوحدها لانها عملية كبيرة وبتطلب من بيلي يشوف دكتور الشمال يجي يساعدها هو بيقول لها انه يعرف دكتور فعلا وهيكلمه في الحوار ده بعدها بنشوف ماري والدكتور الشمال وهو ما بيجهزوا البنات للعملية ماري كانت متحمسة جدا لانها تعتبر اصعب عملية هي بتشتغل فيها وثقتها في نفسها بدأت تزيد ومغارتها بات اكبر واكتر بعدما بتنتهي من العملية بتاخد بعضها وبتروح مغزم مهجور هناك بالله ان جراند لسه عايش وماري معلقه من جلد ظهره في جنزير وبتكون قطعت اجزاء من ايديه ورجليه وكمان بقه متخيطه وجسمه بيكون ضحيف جدا والحقيقة هو يستهل المومين ماري بتجيب الكاميرا وبتبدأ تصوره وبتقوله انها بتجمع له الابوم خاص بيه عشان كله لما تبقى متضاقة بتبقى تتفرج عليه عشان تروق اعصابها فاللحظة دي بيظهر فجأة راجل امن وبيضرب ماري على دماغه وبينازل جراند مع المرجحة وبيقوله انها يتصب بالشرطة لكن ماري بتقوم من وراء وبتنزل على دماغه بالعصاء لحد لما بتقتله وبعد ما بتخلص عليه بتقوم تقارب جراند بالصائق بنروح بعدها البلي وبنشوفه ماسك شخص ونازل فيه ضرب والشخص ده بيكون لابس على دماغه وكيسة ومش قادرين نعرف هو مين اما ماري فبتطورة تطمن على البنات وبتلاقي ان العملية نجحت وهم اتكوا على الله وسبب لها المبلغ الكبير قوي اللي كانوا عدوها بي ماري اخذت فلوس وقفصل عصافير ونقلت حياتها في بيت تهني اكبر واجمل وكمان خصصت في مكان العمليات بتاعتها ومنشوفها هيا بتصور كل الحالات اللي شوهتها او جملتها مش فرقة يعني عشان تنشي شغلها وتتعرف اكتر واكتر بيجي لها زباين بعدها ماري تتفاجئ بالزيارة المحاقق دورلو ليها تاني مرة المرة دي مش جاء عشان يحققها في اختفاء ده جاي يقول لها ان الدكتور هو كمان اختفى وهم عملوا تحريات يكتشفوا ان هما الاتنين متورطين في اقامة حفلات مجبوهة في بيت جراند وبيستدرجوا البنات يخضروهم ويصوروهم وهما بيعتدوا عليه وبيسألها زكاة هي حضرة حفلة من الحفلات دي ولا لا؟ هي بتقول له لا فدورلو بيقول لها مستحيل تفلتي من تحت ايديهم اكيد على اقل حضرت حفلة واحد فبتسأله اذا كانت شاف لها فيديو ولا لا فهو بيقول لها لحد دلوقتي لا وبيقول لها لو انت متورطة في حوار اختفاءهم ده وليلي وما تخفيش لان في الواقع انت اللي مجنع عليك فهي بتتهرب من موضوع وحاول تفهمه انها ما تعرفش اي حاجة تخص الحوار ده وبتقول له لو قدرت توصل لها اي معلومة هتتواصل معاه على طول بعدها مالي بتروح لبيلي الملحة عشان تحكي له اللي حصل معها لانه هو بقى اقرب حد ليها دلوقتي واما بتدخل عليه بتلاقيه في وضع مش تمام مع بنتي من اللي بيشتغلوا عنده ساعتها مالي اتضايقت جدا وخرجت برة تستناء واما واصل كانت بتكلمه بقرف وطريبا كده شكلها حبته وكانت غيران عليه هو كمان كان متضايق انها شافته في الوضع ده لانه بيحبها هو كمان الموم المالي بتسأله هو اللي ورا اختفاء دكتور وولش هو بيقول لها حصل خلاص عرفنا مين الشخص اللي كان لابس كيس في دماغه دلوقتي يا رجالة الموم بيقول لها انه عمل كده عشان يجيب لها حقها من اللي ازوها هي بتسأله اذا كانت شافت في فيديو الخاص بيها ولا لأ فهو بيقول لها لأ وهما بيتكلموا ماري شافت البنت اللي كانت مع بيلي في القوضة وهي داخل الحمام فامت ودخلت وراها وبدأت تطلع كل الأدوات بتاعت الجراحة من شفرات ومقصوات وليلة كبيرة قوي كل ده عشان تخوف البنت وبعد كده حجمت عليها وكانت على وشك انها تقتلها لكن اكتفت بانها خوفتها وهت لا ما اتقربش من بيلي تاني ابدا وبعد كده بتاخد بعضها وبتمشي تاني يوم بتيجي المالها وكانت نفسيتها مش تمام بسبب التحول الفضيع اللي حصل في شخصيتها وانها باعت شارسة ودموية والقاتل بالنسبة لها بقى سهل جدا فبيلي عشان يخليها تفصل من كل القرف ده عرض عليها انهم يبدوا اجازة من كل حاجة ويساف ماري بتقوله انها هتفكر في الموضوع بعدها ماري بترجع على بيتها فبيجي الى اتصال من بعيات ريس وكانت بتكلمها وهي غرآنة في دمها وبتطلع في الروح حرفين وبتقول لها ان جز روبي بعدما شاف التشول وحصف في جسمها جلها وتأجم عليها عشان يعرف منها عنوان ماري وبتقول لها انا من شهدة الضرب قلت له عنوانك وبتنبأ عليها تمشي فورا لانه ناوي يقتلها وقبل ما تخلص كلامها بنتشف انه موجود في بيت ماري بالفعل وتعانع بالسكينة في بطنها فماري فضلت تقومه شوية وتعانت هو كمان والاتنين وقعوا على الارض وهما سيحين في دمهم فماري بتوصل عند المعدات بتاعتها وبتحول تنقذ نفسها وتغيط الجرح لكن بعدما حاولت للأسف مش بتقدر وبتموت بعدها الشرطة بتوصل بيتها وبيلاوه ألبوم الصور بتاع وهو متشوه ومتقطع ودرولو بيكتشف اخيرا ان هي اللي كانت وراء جريمة اختفاء حد هنا وتنتيه احداث الفيلم الدموي ده تنسى اشتركوا في القناة وطرق جراز عشان وصاركوا لجيب اشتركوا في فيديو الجاي يلا سلام